السلام عليكم متابعي قناة ابو حفص حيلي مرحبا بكم قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعب المقطع بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر تنبيهاته ليصلك الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اخي فؤاد الحبيب تبارك الله عليك اسأل من الله تعالى تكونوا في احسن الاحوال بما اخي فؤاد طلبت من الدعاء نطلب الله عز وجل لجعلنا اهلا لذلك فهو على ذلك قادير وبالاجابة شدير نعم خي فؤاد لبغيت نقول لك على هذا النقل هذا بان الله عز وجل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول ان ربكم حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا يعني المضمون هذا الكلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بان الله عز وجل طلبناه رئيس الساجب لينا نعم والام الحنونة الام دينا والاخت دينا سأل الله تعالى يرفع عنها ما نازل كان هنؤها كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما جاء في المعنى الحديث ان النبي قال يعني ما يصيب المسلم من ناصابين ولا وصابين ولا همين ولا حزنين يعني حتى الشوكة حتى الشوكة التي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه يعني هذا المرض هذا الاخت دينا نطلب الله عز وجل ليكون مكفرا للذنوب ان شاء الله وكان اكدوا بان الله عز وجل لك يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرة وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه كذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ان شاء الله انقروا ما تيصر بالأواخر دي الصورة البقرة وراجعون في الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه صنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الرحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بصفاتك العلاء وأسمائك الحسنى ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزق الأم دينا الأنفاطمة الأم دي الأخ حميد أن ترزقها العافية وتمنى عليها بالشفاء العاجل وليس آجلا يا رب العالمين اللهم داوي جرحها وسكن ألمها واشفيها من الأمراض يا رب العالمين اللهم ألبسها ثوب العافية اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية وعافيها واشفيها واعفو عنها يا رب العالمين اللهم تول أمرها اللهم تول أمرها برحمتك يا رب العالمين واشملها بمغفرتك وعطفك يا كريم يا رب العالمين الله يا دل جلال والإكرام دعوتك يا حي يا قيوم بإسمك الأعظم وبكل اسم هو لك أن تبسط من رحمتك وبركاتك على هذه الأم الشريفة العفيفة فيا رب ألبس لباس العافية كي تهنئ عيشتها واجعل مغفرة ختامها كي لا تضرها ذنوبها اللهم رضها إلينا سالمة غانمة معافة يا رب العالمين اللهم رضها إلى أهلها سالم يا الله حتى يطمئن قلوبهم يا رب العالمين اللهم رضها إلى أهلها سالمة غانمة يا رب العالمين اللهم خفف عنها ولا تترك بجسدها ألما ولا تعبى اللهم شفيها اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمومنين والمومنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم ارحم ضعفنا واشبر كسرنا واستجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين ولا تردنا خائبين اللهم لا تخيب فيك رجاؤنا يا الله اللهم لا تخيب فيك رجاؤنا يا الله اللهم كل من سمع هذا الصوت وكان له ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وتبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم وحمد الله تابعي قناة بحفظ حيلي لا تنسى دعب المقطع بالعك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر تنبيهاته ليصلك الجديد دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله